موسيقى وصلنا الى سنة 615 هجري التي توفي فيها الملك العادل وقبل الدخول فيها انقل لكم ماقعة من سنين سابقة فيها فائدة عن الالتزام الديني عند الحكام واخلاقياتهم متمثلا بالملك العادل الذي له الافضلية على غيره وكما اتفق عليه الرازي وابن تيمية وامته دواعش الفكر المارقة حيث قال الرازي واني وان كنت ساكنا في اقصى بلاد المشرق الا اني سمعت اهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين على ان السلطان المعظم السلطان المعظم اهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين مطبقين متفقين على ان السلطان المعظم العالم العادل المجاهد سيف الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين افضل صلاطين الحق واليقين ابا بكر بن ايوب لا زالت آيات راياته في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق متصاعدة إلى عنان السماء وآثار أنوار قدرته وممكنته باقية بحسب تعاقب الصباح والمساء أفضل الملوك وأكمل الصلاطين لاحظ من هنا أتينا به يقول أفضل الملوك وأكمل الصلاطين في آيات الفضل وبينات الصدق وتقوية الدين القويم ونصرة الصلاط المستقيم فأردت أن أتحفه بتحفة سنية وهدية مرضية فأتحفته بهذا الكتاب الذي سميته بأساس التقديس على بعد الديار وتباين الأقطار هذا سنرى قرأنا كثيرا عن العادل والتزامات العادل وعدالة العادل القصوى وأنتم قارنوا مع ما ذكرناه من مواقف بعض المواقف التي تبين لكم حقيقة ما قيل وما وصف به الملك العادل من قبل الرازي ارجعوا إليها وسنعرف أيضا بعض الشيء في هذا المورد وقد أيد ابن تيمية كلام الرازي بل زاد عليه حيث قال وهذا الكتاب الذي صنفه الرازي على عادته في تصنيف الكتب لأعظماء الدنيا من الملوك وكان ملك الشام ومصر في زمانه الملك العادل أبو بكر بن أيوب فصنفه الرازي وأهداه له اعتقادا فيه أنه يختار مذهب أهل النفي ولم يكن الملك من هؤلاء النفات لاحظ ابن تيمية ماذا يقول في تصنيف الكتب لأعظماء الدنيا من الملوك وهذا من أعظماء الدنيا الملك العادل وكان ملك الشام ومصر في زمانه الملك العادل وهو من أعظماء الدنيا من الملوك ولم يكن هذا الملك العادل من النفات كان على منهج التيمية من المجسمة من جماعة الشاب الأمرد من جماعة الرب بصور مختلفة حسب إيمان وفسق الإنسان الذي يراه في المنام أو في الخارج في الدنيا أو في الآخرة حسب المباني وحسب التدليسات وحسب التوجيهات الرب الذي شغل كل استوديوهات الدنيا والآخرة من أجل إنتاج الصور حتى تتناسب مع إيمان وتوجه وفكر واستقامة وانحراف وفسق الإنسان الرائي في المنام أو في غير المنام في الدنيا أو في الآخرة في كل هذه أو في بعضها